يواصلون حملات اختطاف الشبان بمناطق استيلائهم ليس لشيء إلا لتجنيدهم إجبارياً في صفوفهم وزجهم كيفما اتفق على الجبهات ليس صعباً التكاهن عن الجهة التي يدور عنها الحديث ميليشيا قسد التي احتجز عناصرها ثمانية شبان على حاجز تابع لها في الحي الثاني بمدينة الطبقة في الرقة لينضموا بدورهم إلى عشرات الشبان الذين اقتادتهم من عدة قرى وبلدات هناك لينتهي بهم الأمر في معسكرات تدريب أسستها في عموم المناطق التي استولت عليها أساليب متعددة تتبعها قسد لاختطاف الشبان وتجنيدهم المداهمة والتوقيف عند حواجزها يعتبر من الطرق المفضلة لعناصرها حملات الدهم للمنازل لاختطاف الشباب من الجنسين وسوقهم إلى الخدمة قصراً ناهيك عن إطلاق حملات ترويجية تحت مسمى واجب الدفاع الذاتي في جميع المناطق التي استولت عليها لسيما الرقة التي تشهد مثل هذه الممارسات تقريباً بشكل يومي تؤكد المصادر أن هذه الحملات ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ بعد حديث عن عمليات تركية محتملة ضد هذه الميليشيات شرق الفرات كل هذا جعل مدينة الرقة تشهد بحسب ناشطين حالة غليان شعبي ضد ميليشي قسد لم تعد هذه الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها مقبولة بالنسبة للأهالي الذين تمارس قسد بحقهم أيضاً سياسة قمع ونهب لممتلكاتهم تضاف لها حملات اختطاف من نوع آخر بتهمة الانتماء لتنظيم داعش وكحال ميليشيات أسد لا حاجة بالنسبة لهم لتقديم الأدلة